الأعلامي ساماني الويفي هجم في تدوين اللاعب السابق للتراجي والمنتخب الوطني طارق ذيب والتهمه بكون وقاطع رحم وقال اللي رغم ما يملك من ثروة كبيرة وقصور وأملك يخلي زوجة خوه لسعد ذيب تظهر في برنامج تلفزي وهي في حالة مزرية من الفقر والخصاصة وقال الويفي جهت زوجة اللاعب لسعد ذيب رحمه الله شقيقة لعب الأسطورة طارق ذيب تبكي في إحدى القنوات وتستغيث لإنقاذ بناتها من ظروف القاسية التي تعيشها معهم فقر متقع بلغ حد عدم توفر مصري في الأكل والدراسة والدواء بيت في حالة مزرية تزيحم فيه دون توفر أدنى المرافق مأساة اجتماعية موجعة تعيشها العائلة هذه جعلت زوجة لسعد تتنزل عن عزة نفسها وتستنجد بأهل الخير وأكدت إنها صارت تقبل الصداقات للإنفيق على دراسة وأكل وعيشت عائلتها قال ما اللوم الشترجي اللي يحمل لسعد زي متاعه أكثر مما اللوم شقيقه المليونير طارق ذيب اللي يملك قصور وأرزاقه ومداخل بالمليارات رب يزيدوا وأجرى شهرية بأليف الدولارات لو أعطى منهم حتى 0.005 لبنتخوه لحل المشاكل متاحهم واسترهم وأنقذهم من التذلل والتسول اللي بش يلحقوا منه العار لأنه هما يحملوا لقب ذيب لقب الخالد في تاريخ كرة القدم التونسية وقال زامير الويفي اللي هذا موجع ومؤسف جدا أنه بنتخوه طارق ذيب يعيشه في الفقرة هذه وعمهم سري جدا ربي يهدي مخلق وإن شاء الله طارق ذيب تدوينه هذه تكون له عبرة وتفيقه على روحه الخطر عنده الثروة هذي الكل والفلوس هذي الكل موش بش يتأثر فيه لو كان يخصص مثيل راتب للعائلة هذي بش يحفظ بالهم الكرامة بتاعهم وعيب عيب برشا أنه يصير في بنتخوه هكا معنى هو يعيش في المستوى الميدي اللي كنا حكينا عليه ترجمة نانسي قنقر